السلام عليكم اهلا بكم يا شباب من اهم الفيديوهات يا اخواننا في ال Data Network المكون اللي هيلم بكل الدنيا مع بعض اللي كل الناس بتعامل معاه اللي احنا بنسميه Data Switch يعني اصلا شبكة البيانات سمناها شبكة بيانات لان هي عبارة عن شبكة ربطة بين مجموعة اجهزة طيب الربط ده بيتم ازاي؟ تمام؟ من خلال Switches او بنسميه Data Switch Data Switch ده اهم مجون تقريبا في المنظومة في مصطلحات كتير هنشوفها في Data Switching في حاجة بيسموها Switching Capacity اللي هي سعة السويتش ودي حتة مهمة جدا الرقم الخاص ب Switching Capacity لازم كمهندس تبقى فاهمه كويس جدا ليه؟ لان هو اللي بيعبر عن كمية البيانات اللي انا اقدر نقولها بين السويتش وبين الاجهزة اللي ربطة مع السويتش يعني كل الناس يقولك والله انا اجيب سويتش عالي او اجيب كابل السرعة بتاعته مش عارف عالية او اجيب مش عارف ايه طب القصة دي بنقسها ازاي؟ بمعدل التحميل او بمعدل نقل البيانات اللي احنا بنسميه جيجا بيت بير ساكند جيجا بيت بير ساكند دي Switching Capacity يبقى سألك سؤال Switching Capacity اول مصطلح في السويتشات Switching Capacity ايه وحدة قياسها بالجيجا بيت بير ساكند طيب ممتاز كان فيه جهاز اسمه Hub هو عبارة عن جهاز شبه السويتش وانا من الصعب افرق بينهم بين ال Hub والSwitch من ناحية الشكل طيب ايه مشكلة ال Hub مشكلة ال Hub يا اخوانا مش بيتعامل مع اشارة كData بيتعامل مع الاشارة كموجات كهربية تمام يعني هما الاتنين فكرة السويتش وال Hub فكرة مشترك الكهرباء بالضبط مشكلة السويتش لما يجي يبعد بيانات مشكلة ال Hub لما يجي يبعد بيانات لأحمد واشرف وعلي ومحمود وخمسين ستين واحد يروح باعت البيانات لكل الناس والله البيانات دي المفروض تروح لأشرف أشرف ياخد البيانات اللي رحت له والباقي كله يرجع تمام الريكويست او الطلب اللي رح له الخاصية دي احنا بنسميها في هندسة بصفة عامة بيسموها البرودكاست تمام اللي هي طريقة نقل البيانات باننا ااخد سيجنال من ال Hub والبرودكاست دي معناها ان انا ااخد السيجنال دي وارميها لكل الناس كل الخطوط دي رحت لها تمام السيجنال المعني فقط اللي هو الجهاز ده هو اللي المفروض ياخد الشحنة او ياخد البيانات دي وكل الناس تروح مرجع البيانات تانية او السيجنال سود لا دي مش بتاعتي يعني الخطاب ده مكتوب عليه اشرف احمد مش هيقدر يقول الخطاب ده بتاعي محمود وهكذا يبقى دي مشكلة ال Hub مشكلة ال Hub ان هو كان بتعامل مع اشارات كهربية كموجات كهربية بيبعت الاشارة لكل الاجهزة والاجهزة بعد كده اللي عايزة الاشارة هتاخدها المخصصة لها والمش مخاطب بهذه الاشارة هيعمل باك يرجع الاشارة ده كان مشكلته فين ان هو بيضيع وقت كتير جدا انا ليه عشان عايزة ابعت خطاب لأشرف اروح ابعت لكل الناس والناس تقول لا ده مش بتاعي وترجع ترد علي طب ما انا ابعت لأشرف بعين وعلى طول direct وده اللي حصل في ال Hub في بين ال Hub وبين switch لان طريقة الاتصال اللي بيستخدمها ال Hub كان اتصال بطيء جدا وكان الاتصال بيسموه Hub Dublex يعني الاتصال بيكون في اتجاه واحد يعني انا ابعت من جهاز لمجموعة من الاجهزة ماينفعش في نفس اللحظة الاجهزة دي ترد لازم يروح وهي تستقبل البيانات وبع كده ترد فده كان بيضيع وقت كبير جدا مين بقى الوحش اللي حل المشكلة دي switch ليه لان switch بتعامل مع البيانات وهو بيبقى عارف من قبل ما يطلع البيان البيان ده في ايه ورايح لمين وجاي من عند مين يعني انا مش بستخدم طريقة ان انا ارش البيانات واشوف الناس هترد اللي احنا قلنا عليها broadcast مش بستخدم broadcast مش بستخدم اشارة كهربية مش مجرد اشارة كهربية لا ده اشارة ليها IP تمام internet protocol ليها رقم فبالتالي بقيت بستخدم switch ودي ميزة switch طبعا switch يا اخوانا بيتغذى دايما switchات بنغذيها من UBS طبعا في انظمة low current كل الراك بتاع data من critical loads اللي هي الاحمال الحارجة لازم اضمن ان الكهرباء ككهرباء بتغذيقه للوقت فبالتالي فيه اشتراط عندي ان انا اغذي الراكات من UBS عشان اضمن ان شبكة البيانات هيبقى فيه تغذية مستمرة وبالتالي data دي مش هتقع مقدرش انا وقف السيستم كله بتاع يعني مثلا data center ولا وقف ال data الخاصة به مكان بيانات معين ما ينفعش فلازم تبقى الباور موجودة طول الوقت واحنا شفنا ان فيه switches بتدعم خاصية نقل البيانات والكهرباء اللي احنا قلنا عليها في الفيديو اللي فات فاكرين بنسميها B O E power over ethernet نقل الباور وال data من خلال كابل واحد بس لازم قبل ما تشوف السويتش وقبل ما تشتري السويتش لازم تشوف هل السويتش مكتوب عليه ان هو بيدعم الباور over ethernet ولا لا الكاميرا بتدعم الباور over ethernet ولا لا هتلاحظ هنا على السويتش ده مكتوب عليه B O E سويتش يعني هذا السويتش يدعم نقل البيانات والكهرباء على نفس الكابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنبدأ نشوف توصيف السويتش هتشوفكم في فيديوهات تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة